على كل الأحوال فيتسو موسيماني مبارح كان ليه كلام بعد اللقاء أكد من خلاله ثقة والكملة في قدرات كل اللعيبة على حسم الصعود إلى الدور النصف النهائي في جولة الإياب إن شاء الله قال إن مباراة العودة في المغرب حتكون مباراة صعبة جدا لكن إحنا بإمكاننا أن إحنا أو بعبارة أدقى كان بإمكاننا أن إحنا نحسم التأهل من هنا في القاهرة لكني لا أستطيع أن أتحكم في إهدار الفرص ولست ساحرا لأتوقع من سيهدر ضربات الجزاء ولكن ما أستطيع أن أقوم به هو كيفية وصول الفريق إلى مرمى المنافس وخلق فرص تهديفية وهو ما قمنا به وأكد كمان إنه بيثق فيه قدرات لعيبة النادي الأهلي وطالب الجميع بأنهم كمان يثقوا في لعيبة النادي الأهلي بقدر ثقته هو شخصيا في اللعيبة اللي حققوا قبل كده بطولات مع الفريق وندعمهم معنويا قبل مباراة العودة أمام الرجاء وده الحقيقة اللي بيعملوا جمهور النادي الأهلي بطبيعة الحال بص موسماني دايما أنا بحب تصريحاته وبحب طريقة كلامه ووزنه للأمور إنه ما بيجملش أبدا وفي نفس الوقت عارف يا كريم هو ما بيحاولش إنه هو لو فيه مشكلة أو غلط حصل على الأرض إنه هو يطلع يتكلم أو يبرر بمعنى أستحيل أو تبرير أو غيره ولا بالعكس فدي ميزة بصراحة في موسماني وهو أتكلم بشكل واضح فعلا وصريح ومهربش من هذا السؤال بالعكس هو زود كمان في إجابته وشرح الصورة بشكل كبير جدا فكرة هنا الفرص الضائعة وفكرة إنه أنت يبع عندك المدير الفني شايف ده بس في نفس الوقت فيه جانب إيجابي وهو فكرة إنه أنت بتوصل فعلا لمرمى الخصم أكتر من مرة بتخلق الفرص يمكن الفاينال تاتش إحنا قلنا أو الفنال يعني ده مشكلة كانت عندنا في ماتشات قبل كده شفناها فأتمنى إن الجهاز الفني يعمل على هذه النقطة لإن هي فعلا محتاجة يعني شغل فعلا وموسماني يتحدث عن ده وأتمنى وأعتقد إنه إحنا هنشوف فيه فرق كبير جدا بإذن الله في الماتشات القادمة وأكيد تحديدا في ماتش العودة